الله أكبر سبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلغكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سباوات انتباقا ما ترى في ذنق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فكور ثم ارجع البصر كبرتين ينقلب إليك البصر خاصلا وهو حسير وبقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوبا للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سبعوا لها شهيقا وهي تفور فكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فقد سألهم خزنتها خزنتها ألم يبتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعطل ما كنا فيه أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فصحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو جهدوا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخشف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ومقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا من الطير فوقر صافات ويطبق ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه فلجوا في عطب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أكدا أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذركم في الأرض وإليه ترشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأى أرض ثلفة سينت وجوه الذين كفروا وخيل هذا الذي كنتم به تبدعون قل أرأيتم إن أهلك لي الله ومن بعي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ما أهلكم طورا فمن يأتيكم بماء معين نحن 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 نح